داخل مركز الاستطباب بمدينة تجججا يوجد قسم تصفية الكلاة أو قسم يرتاده يوميا عشرات المواطنين من مختلف سكان ولاية تقانت ممن أصيبوا بمرض قصور الكلاة ولأهمية عملية تصفية بنسبة للمرضى فقد تم توفير كافة المستلزمات الضرورية من نقل المرضى من منازلهم وإلى المستشفى كما تم التكفل بكافة احتياجاتهم الضرورية لتمكينهم من إجراء تصفية في ظروف تعتبر إدارة المستشفى أنها جيدة صاحب تصفية هو مريض يعتبر ساكن في الطب حكما لأنه عنده هلت في البرمجة العادية عنده هلت حصاصه سبوعية وكل حصة أربعة سوايا عليه 12 ساعة في الأسبوع هذه زيادة لنعود عنده تصفيات مستعجة لأعياء يخلقه معناها لأنه يجل وقته لذلك أوليناهم همية خاصة وذلك استناداً وتطبيقاً سياسة القطاع في هذا المجال وسياسة رئيس الجمهورية اللي أخصهم بمجانية العلاج ومجانية الأدوية ومجانية النقل وكذلك المبلغ المالي اللي مرصود لهم شهرياً ودائرين هم داني بو كونديسيون وبحيث على أنهم عندهم ولي نفسي خاصة المريض اللي نعود متعلق بإنماشين متعلق بماكينة هي هي اللي تصفي له وهي كيلوتو هم اللي يعد تعلق بها تعلق نفسي غير طبيعي لذلك نحاول على أن لمن تناصب من هذه الناحية هي حماية هذه الجهزة وصيانتها أولوية عندنا بحيث على أن يعد المريض دائماً في أي وقت جاء يعد يقدي صفيك التصفي اللي لا يتمرقه من شيء ولا يتنفسه زينب إحدى السيدات اللواتية زرنا قسم التصفية بشكل دوري تحدثت لنا عن الظروف التي تجري فيها عملية التصفية وعن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من المرضى والتي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية أولويات الموسعة تقول لا تشغل هنا في تشغل جواناتي الصية زينة ما شاء الله ما بيشي ما شاء الله عندنا كان معلومة ما شاء الله زين ما بيشي في تبارك الله ما عندنا مشكلة ما شاء الله في جنواتة تبشي بنا وتجيبنا ما شاء الله عندنا مشكلة نجوم عندنا موالي الحال زين ما شاء الله ما عنده مشكلة حال كامل زين في تبارك الله ما في مشكلة ونظرنا مواثرنا لكامل ما شاء الله يعمل في هذا القسم طاقم متكامل تم تفريغه لخدمة مرضى الفشر الكلوي مع متابعة دائمة وصيانة متواصلة لكافة الأجهزة المتعلقة بالتصفية حسب ما تؤكده الإدارة المركزية للمستشفى عبدالله والإسلام الموريتانية مدينة تيججا